اشتركوا في القناة وساعدنا نفهم إيمان المسيح اللي احنا مرتكزين عليه بما يختص بمن هو المسيح وإرساليته وعمله وصلنا لجزئية في أصحاح واحد من آية 35 لنهاية الأصحاح الجزئية دي بتتكلم عن بداية دعوة المسيح لتلاميذه واحد واحد بنشوف هنا في الجزئية دي يوحنا المعمدان بيبتدي يوجه تلاميذه نحو المسيح تباعا شوية شوية بتدأ يقول لهم انه stop following me start following Jesus فابتدأ بندراوس زي ما هنشوف في عدد 40 ويوحنا كاتب هذا الإنجيل بعديه وبعدين فليبوس وبعد كده بطرس اللي هو كان اسمه الأصلي سمعان قبل ما يسميه الرب بطرس الاسم الجديد وبنشوف شيء ملفت على فكرة يا حباي انه التلاميذ الجدد دول ابتدوا يسموا المسيح بألقاب متنوعة وهي ألقاب في حياة الأمر ألقاب نبوية في مغزاها قال مثلا يوحنا هو ذا حامل الله في واحد 36 المعلم راباي في آية 1 38 المسيح في آية 41 ابن الله في آية 49 وهكذا وجميل جدا أنهم كلما تعرفوا بالمسيح أكتر كلما اقتربوا منه وازداد إعجابهم به أكتر وأكتر لكننا بنعرف أنه بالحقيقة أدركوا عمق المعاني دي شوية شوية بعد حوالي ثلاث سنين وبعد انسكابر روحوا القدس كمان أكتر وأكتر عليهم وتقدسهم وتوعيتهم هكذا إحنا محتاجين في نفس الوقت نقضي وقت مع الرب في عشرة معاه شوية شوية عشان ننمو في معرفته ننمو في الامتلاء بروحه القدس وندرك أكتر وأكتر عمق كلماته وتعاليمه الصفات العميقة الغنية في شخص المسيح ليه كل المجد في السؤال اللي وجهه الرب للتلاميذ ماذا تطلبان؟ بتشوف هنا سؤال حلو الرب بيقوله للتلاميذ في آية 38 بنلاقي نقطة مهمة وهي دوافع اتباعنا للمسيح عايزين إيه؟ غرض اتباعك للمسيح إيه؟ هل مصالح شخصية؟ ياريت كل واحد فينا يسأل نفسه هل أنا باتبعه لمجده أم لمجدي أنا؟ في شيء رائع في الطريق اللي تجاوب فيه اندراوس مع دعوة المسيح ليه ويحنى في آية 39 لما قال تعالى وانظراه قال لهم الرب يسوع وبنشوف اندراوس قبل الدعوة وقبل شهادة المعمدان عن المسيح وفي الحال ذهب ليخبر أخوه سمعان بطرس عن المسيح وقال له بكل حماسه بقلبه ملتهر كده قال له قد وجدنا المسيح اللي احنا مستنين طول عمره في آية 41 مستنين طول عمره وإحنا مستنينه وأخيرا وصل ما كانش عنده أدنى شك أنه يسوع هو المسيح المسيح المنتظر ومش بس أخبر أخوه سمعان بنشوف لكن خلال الأصححات التالية هنشوفه شغوف جدا بتقديم المسيح لآخرين كمان زي ما نشوف في أصحح 6 بعد شوية وأصحح 12 وبنشوف بعدين في لقاء سمعان بالمسيح كيف أن الرب شاف فيه مش بس اللي قدام عينيه مين هو لكن شاف بنظرة مستقبلية ثاقبة مين هيكون سمعان به شاف فيه الرب بعدين اختبارات عديدة والامتلاء بنروح القدس وشاف فيه صخرة صخرة إيمان وفعلا بنشوف في الكنيسة الأولى إزاي تحول هذا السمعان الرجل الضعيف إلى صخرة صخرة إيمان قوية الرب بنى بي ومن خلاله عمل جميل جدا في قيامة المسيح من الأموات والامتلاء بنروح القدس قوة مؤسرة قوة مغيرة فعلا حولت فجرت في حياته ثورة في الختام عايز أقول نقطة ودرس مهمة على الطريقة اللي تجاوب بيها نثنئيل مع فيلوبوس عشان ييجي واتقابل مع المسيح فكان رد فعله عنيف ومبني على تعصب أعمى من اليهود ضد اللي من الناصرة مثلا ونشكر ربنا أنه بعد شوية ردد راح والتقب المسيح وصار ليه تلميذ بعد كده ولو كانت نقيل نشف راسه على فكرة وأصر على تعصبه كان خسر معرفة المسيح وبركة كونه واحد من تلاميذه الأوائل فأرجو ربنا يحفظنا من التعصب الأعمى اللي ممكن يحرمنا من بركات جليلة ربنا يدينا أن نحن نتعلم الدرس ده أنه الرب يفتح قلوبنا ويفتح أفكارنا وأفاقنا نحن نقبل بعض ونقبل عمل نعمة الله في حياة الناس اللي حولينا أيا كان خلفياتهم وجنسياتهم وثقافتهم وأشوفكم بنعمة الرب الحلقة اللي جاي في اسم يسوع والرب يحفظكم ويكون معاكم آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة